النهوض بالتكوين المهني أصبح ضرورة ملحة، ليس فقط من أجل توفير فرص العمل، وإنما أيضاً لتأهيل المغرب لرفع تحديات التنافسية الاقتصادية ومواكبة التطورات العالمية في مختلف المجالات. هكذا أكد الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة الذكرى السادسة والستين لتورة الملك والشعب على الدور المهم للتكوين المهني في تأهيل الشباب للإندماج المنتج في سوق الشغل والمساهمة في تنمية المملكة باعتباره وسيلة للتنمية الاقتصادية والازدهار الاجتماعي. يمكن تلخيص المصار تكوين المهني في المغرب إلى تطور كمي أولاً اللي كان فيه الهاجس الأول هو الانتشار ديلاً للمؤسسات واللي ننجح فيه إلى حد دين كبير المغرب أنه صبحت تقريباً كل مدن فيها مؤسسات ديلاً تكوين المهني بل هناك حتى بعض القرار اللي اليوم وصلها تكوين المهني. هذا المستوى الأول المستوى الثاني هو الكم في ناحية المهن فتكوين المهني كان بدأ بواحدة لائحة محدودة جداً من المهن واليوم الحمد لله يبدو أن هذه اللائحة تتسع إلى تخصصات كثيرة. باعتباره رافعة استراتيجية حقيقية لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات وخلق فرص شغل للشباب كان من الضروري وضع خطة تأهيل عرض التكوين المهني وتنوع وتتمين المهن لا سيما في مجال صناعة السيارات والطائرات بهدف الاستجابة لمتطلبات السوق الوطنية ومواكبة الأوراش الوطنية الكبرى لتنمية الاقتصاد الوطني. نضرنا وحد القراءة على بعض التكوينات التي نقدرون أن نكون في المغرب التي لديهم علاقة بالهندسة الطيران التي يبدو من المهن التي لا نسميها بمهن بسيطة ولكن مهن ذات أهمية ولكن لديهم بروفل تكنيسيين التي لديهم علاقة بالصبارات والمتاريو كومبوزيت لديهم علاقة بالأجستاج والمولاج والمتاريو كومبوزيت تلبية الحاجيات التوظيف لتوفير مراصب الشغل ثم لتطوير هذه الصناعة كان لابد من التركيز على تكوين يد عاملة ماهرة أو مهارات في هذا الميدان ومن ثم تم تأسيس بعد المعاهد كالمعهد مثلاً أدار بذلك صناعة السيارات تخصصات تصمم لتلبية حاجية سوق الشغل من الموارد البشرية ومسايرة التطورات الاقتصادية الوطنية وتحظى بإقبال متزايد سنة بعد سنة مما دفع بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إلى الزيادة في عدد المراكز ليصل إلى ما يقارب أربعمائة مؤسسة تكوينية بجميع أرجاء المملكة توفر تكوينات في أزياد من ثلاثمائة وعشرين مهنة ترجمة نانسي قنقر